أفادت صحيفة بلومبرد بأن التشكيل الجديد للحكومة المصرية يعد جزءا من مسار الإصلاح الشامل حيث تضملت الحكومة وزراء من الخبراء خاصة في مجال الاقتصاد أوضحت الصحيفة أن السندات الحكومية المصرية الدولارية سجلت ارتفاعا بعد تشكيل الحكومة الجديدة لتحقق أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم وزادت قيمة عقد الجنيه لأجل 12 شهرا بأكبر قدر منذ أواخر إبريل أشرت الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة التي يترأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هي جزء من إصلاح شامل تلبية للمطالب المتزايدة لإدارة اقتصادية جديدة